موسيقى يوم واحد مايو سنة 1886 حصل عدد كبير جدا من الإضرابات العملية في تاريخ أمريكا وصل عدد الإضرابات اللي أعلنت عنه في اليوم ده حوالي 5000 إضراب واشتراك في المظاهرات واشترك في المظاهرات 340 ألف عامل وكان الشعار المطلبي المشترك لأحداث اليوم ده من اليوم ليس على أي عامل أن يعمل أكثر من 8 ساعات الكلام ده طبعا كان عصور زمان قوي من فترة طويلة جدا من سنة 1886 ومن وقتها وعلى مر العصور حياة العامل وبالأخص العامل المصري بتتطور ويوم واحد مايو احتفال بعيد العمال بعيد العامل المصري النهاردة في ذكر عيد العمال هنعرف أصل تاريخ عيد العمال وإزاي يتطور يسعدنا يكون معنا فيها الكاتب الصحفي جمال عبد المجيد أهلا بك أستاذ جمال أهلا سهلا فندم وبالمشاهدين الكرام أهلا في البداية خالص ليه واحد مايو بسم الله الرحمن الرحيم هو لازم الأول نقول كل سنة وعمال مصر بخير واحد مايو ده ذكرى عظيمة جدا جدا بتمر علينا وهي بالمناسبة هي ذكرى عالمية قبل ما يكون يعني مش مصرية آه مش مصرية يعني دايما بيبقى لنا احتفالات كده خاصة بينا كده لكن عيد العمال ده عيد عالمي زي ما حضرك قلت كده في البداية في 1886 حصل ضرباء كان بسبب أن العامل كان بيشتغل من 10 ل 16 ساعة فطبعا دي كان فيها أزمة مسببة أزمة كبيرة جدا العامل ما بيعرفش يقعد في بيته ما بيعرفش ياخد راحته ما بيعرفش يتفسح ما فيش طرفيه آه فعملوا مظاهرات المظاهرات دي زي ما حضرك برضو قلت وزكاتي كده اشترك فيها أكتر من 5000 عامل آه وكانت الساحة كبيرة جدا في استراليا لكن كان فيه مشكلة أن نندس في وسط المتظاهرين بعض المخربين آه هي المظاهرة كانت سلمية كانت بتطالب وكانت بتقود المظاهرة دي حركة اسمها حركة 8 ساعات اللي هي كانت بتهدف أن يكون العمل في اليوم 8 ساعات يعني نسبة حركة 8 ساعات نسبة أن العمل يكون 8 ساعات آه آه الحركة نظمتها وكانت سلمية والناس خرجت وبالطالب بمطلب أساسي وعادل اندس بعض المتظاهرين في وسط العمال وألقوا بكمبيلة الكمبيلة دي موتت أكتر من 9 من الشرطيين وصبت 70 فطبعا اضطرت السلطات في الوقت ده أنها تتعامل بمنحنة تاني مع المظاهرات ما بيتش مظاهرات بقى دي بقت أعمال تخربية المهم الشرطة قدرت فعلا في الفترة دي كده في اليوم ده كده تسيطر على المظاهرة وأبضوا على المتسببين آه على متسببين بس هو للأسف الشرطة لما أبضت أبضت على مجموعة عشوائية مشية اللي اندسوا وقلقوا الكمبيلة اللي هي أسرت وموتت عدد من الشرطة لما اتعرضوا للمحاكمة اتحكم على اثنين منهم سبارز وهايبر دول اتحكم عليهم بالإعدام بعد ما اتحكم عليهم بالإعدام وتنفذ حكم الإعدام اتضح أنهم أبرياء لما اتضح أنهم أبرياء في الوقت ده كان موافق واحد خمسة فمن هنا بدأت فكرة الاحتفال بعيد العمال لأنهم كانوا عمال بس أبرياء اتحكم عليهم أبرياء فمن هنا بدأت السلطات تتنبه لحتة أننا أعدمنا ناس أبرياء فبدأ العمال والحركات النقابية في الوقت ده في الدول الغربية تطالب باعتبار واحد ما يده يعيد للعمال بدأت الحركة دي تنتقل بقى من أستراليا لأمريكا لبعض الولايات الأمريكية بدأت تروح للجزائر بدأت تروح لبعض الدول العربية لحد ما جات لنا هنا مصر جات هنا مصر بقى إمتى في 1926 يعني إحنا النهاردة بنحتفل بـ 99 بالذكرى 99 لعيد العمال في مصر 1926 كان في اسكندرية اللي هي نقابة العمال الرئيسية في اسكندرية نظمت احتفال زي مظاهرة كده برضو بالطالب ببعض حقوق العمال لكن كانت مظاهرة سلمية وما كانش فيها أي مشاكل خالص يعني طبعا الفترة دي 1926 كنا طبعا أيام الملكية فكانت الأمور ما كانش فيها لا فيه تخريب لا هي كانت بعض مطالب في أوية لعمال مصر بدأ العيد العمال يتطور بقى فعلي سنة 1965 لم وصل الرئيس جمال عبد الناصر للحكم بدأ يتنبه طبعا لموضوع العمال وأهمية العمال فبدأ في واحد مايو فعلا تحديدا واحد مايو يوافق ذكرى عيد العمال بدأ يلقي خطاب يتكلم فيه عن حقوق العمال ويتكلم فيه عن المطلوب في الفترة اللي جاية من الدولة تجاه العمال ده تحديدا كده ذكرى واحد مايو عيد العمال طيب أهمية عيد العمال انت شايفهاي طبعا احنا عشان نتكلم عن أهمية عيد العمال ده حاجة مهمة جدا جدا أهمية عيد العمال لا تقل أهمية عن الزكرى العطرة اللي مرت علينا من يومين زكرى تحرير سينة في 25 إبريل لا تقل أهمية عن نصر اكتوبر 73 لا تقل أهمية عن 25 ننار عيد الشرطة عيد العمال ده حاجة كبيرة جدا جدا احنا بنقول للعمال في اليوم ده مش كل سنة وانتو طيبين بس لا كل سنة وانتوا طيبين كل سنة وانتوا منتجين كل سنة وانتوا مبدعين كل سنة وحقوقكم دايما موجودة مظاهر الاحتفال بتختلف من مكان لتاني وبتختلف من دولة لدولة لكن في مصر تحديدا فيه مظاهر خاصة جدا بالاحتفال بعيد العمال صح؟ ده صحيح ده صحيح حتة الاحتفال وحتة سيادة الرئيس يكرم مجموعة من العمال ده تقليد قديم من أيام الرئيس جمال عبد الناصر يعني اتبع الرئيس جمال عبد الناصر ثم الرئيس السادات ثم الرئيس مبارك ثم الرئيس السيسي الزكرة دي دايما بتبقى مختلفة والاحتفال فيها بيبقى مختلف العامل في الزكرة دي بيحس انه هو ابن البلد بيحس انه هو الناس بتقول له لا انت انتكت وناز بتقول له متشكرين حتى لو بشهادة تكريم مش شرط انه هو يبقى العطاء مادي مش شرط يبقى لا العطاء هنا معنوي شكرا لك ان انت انتكت شكرا لك ان انت وقفت البلد على رجليك دي نقطة النقطة التانية العمال مش مقصود بهم العمال اللي هم بيشتغلوا في الشوارع لا كلنا عمال كلنا هنا في مصر عمال الصحفي عامل الموزيح عامل بيقدم عمل الفلاح عامل العامل اللي هو بيشيل مثلا التوب والأسمان تطاعة المعمار كلهم عمال لما ييجي الرئيس يكرم العمال بجميع الطواقف المختلفة طبيب دكتور مهندس طب الى اخره كل دول عمال الرئيس بقول لهم شكرا من الال طب انت شايف ان حياة العمال اتغيرت فعلا احنا عشان نتكلم عن التغيير في حياة العمال لازم بس نرجع في لاش باك يعني لمدة عشرة او خمستاشر سنة في تغيير طبعا كبير حصل في 2006 بس قبل ما اتكلم عن 2006 هتكلم ان حياة العامل كان فيها مشاكل كبير جدا يعني كفاية ان العمال كانت الاجور بتاعتهم منخفضة ومتدنية العامل كان بيشتغل في القطاع الخاص تحديدا بلا رحمة يعني القطاع الخاص دايما بيستنزف قوة العامل بعكس الحكومة يعني احنا عندنا الارقام لازم تبقى قدامنا وانا بنتكلم احنا عندنا في الحكومة سبعة مليون عامل سبعة مليون عامل لهم الموظفين اللي هم بيخضعوا للقانون الواحد والثمانين هو قانون الخدمة المدنية طيب في القطاع الخاص كانوا 16 مليون دلوقتي يعني مع الاستثمارات ومع الانجازات اللي على ارض الواقع دلوقتي قفز الرقم ده من 16 ل 22 مليون فده يؤكد لك ان حياة العامل اتغيره لان ما فيش اي دولة في العالم ليكون تقف عند رقم معين والرقم ده ما يقفز للأعلى لو ما قفز للأعلى يبقى فيه مشاكل والمشاكل دي ما تحلتش طب الرقم اذا كانت 16 مليون في القطاع الخاص وينط يبقى يقفز ل 22 مليون لأ اكيد معنى ذلك ان الناس مقبلة على القطاع الخاص ما بقيتش فكرة بقى ايه انفتك الميري اتمرمك في طراب ولا ده في ميري وفي قطاع خاص طيب حياة العامل بقى اتغيرت ازاي اولا لازم نتكلم في نقطة مهمة جدا ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونهاردة بيكرم مجموعة من العمال وعلى اختلاف طبعا طواقفهم في واحد ما يعيد العمال الزكرة 99 عندنا رقم مهم جدا لازم نتكلم عليه احنا عندنا قلنا 22 مليون عامل في القطاع الخاص وعندنا 7 مليون يعني احنا بنتكلم في 31 او 32 مليون عامل موجودين في مصر طبعا اضرب ال 31 في الاسر بتاعتهم احنا لبدا كده عدد سكان مصر احنا لو ضربنا 31 في 4 او في 5 احنا نتكلم في 100 مليون وده الرقم الفعلي معنى ذلك ان كل مصر شغلة كل مصر بتنتج يعني العامل بيشتغل لان بيصرف على بيته وبيته بينتج فاصبح دلوقتي احنا عندنا 100 مليون الميت مليون دول بيمثلهم فعليا 31 الواحد وثلاثين دول لازم يستريحه الريز بقى عمل ايه في 2016 عمل مجموعة من الانجازات الليها تصب في مصلحة العامل عمل ايه غير القانون بقانون 47 اللي هو لسنة 2004 واربعة عدله بيخلي قانون الخدمة المدنية 81 ل 2016 لان احنا ما نفعش نشتغل بقانون اسطنعاف علي الزمن فعدله طب ايه قانون الخدمة المدنية ده يتيح للعامل عدد ساعات محددة معنى ذلك ان العامل يشعر وهو بيشتغل ان هو مش مضغوط بجانب ان هو بينظم له حركة الاجور وطبعا مفيش بلد في العالم او مفيش فرض في العالم ما بيدورش على حركة الاجور طيب نتكلم على رقم مهم جدا حصل النهاردة وانبارح بسبب تحريك اسعار الصرف وسبب التضخم العالمي ان احنا كان عندنا اجر العامل بعد 2000 لحد 2011 كان 1200 جنيه اللي هو الحد الادنى للاجور اللي هي الدرجة السادسة عمالي طب احنا دلوقتي عندنا العامل بياخد 3500 جنيه ده كان قرار الرئيس لسه من قيمة 10 تيام وطبقيت وزارة المالية من قيمة 3 تيام اصبح دلوقتي ان العامل بياخد 3500 جنيه ده هو الاجر الاساس غير طبعا لو فيه مستقطاعات فيه حوافز فيه بدل صهر فيه انتاج فيه كذا طبعا الرقم ده بيقفز رقم 3500 جنيه يشعر هو رقم ضئيل شوية طبعا مع التضخم لكن هو يشعر العامل انه هو على الطريق الصحيح يعني ممكن في الفترة اللي جاية ان رقم ده يقفز يقفز من 3500 جنيه ل5000 جنيه وممكن يقفز من 5000 جنيه ممكن يقفز 6000 جنيه هو رقم ضئيل طبعا لان احنا عندنا صدخم وعندنا السلع طبعا عالميا بتزيد يوميا يعني احنا العامل المصري يقولك انا عايزهم 7000 جنيه وفعلا ده رقم سليم لو احنا كفزنا برقم 3500 جنيه ل7000 جنيه العامل يقدر يعيش ويقدر يصرف على بيته من غير عوز او احتياج طيب يعني حضرتك اتكلمت عن انجازات فخمة الرئيس تحديدا الخاصة بالعامل وان هو بيراعي الفلوس اللي بياخدها العامل او الراتب اللي بياخده العامل من الحد الادنى بنزود كل شوية الحد الادنى صحيح طيب تغيير مستوى المعيشة العامل المصري انت شايفه بيتغير هقول لحضرتك على حاجة العامل المصري محتاج دايما اللي يطبطب عليه على طول لانه هو المنتج ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش انتاج من غير الكلمة الطيبة ما فيش انتاج من غير يعني اجر مناسب ليه اه حياة العامل بتتغير بالمناسبة عايز اتكلم على حاجة مهمة جدا يعني عشان تؤكد ان حياة العامل بتتغير نحن دلوقتي عندنا وزارة القوة العاملة وزارة القوة العاملة عملت ايه؟ بتوجهات طبعا من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت في الفترة الأخيرة اللي طبعا يعني أعقابة كورونا طبعا اللي هو الوباء العالمي اللي ضرب العالم بدأت تعمل ايه؟ تحصر العمالة غير المنتظمة فحصرت العمالة غير المنتظمة ب335 ألف طب لما حصرت العمالة دي كده صرفت لهم أكتر من 100 مليون جنيه طيب ادي كده ايه؟ في قطاع عريض من العمالة اللي هي المهمشة وغير المنتظمة ايه المقصوب بالعمالة غير؟ واللي ملهاش تأمينات اجتماعية ولا لها ورق في التأمينات بيقول انها بتشغل ولا بتشتغل في مصلحة حكومية ولا حتى قطاع خاصة هي عمالة غير منتظمة يعني في الشارع في البيت تمام على الهواء زي ما بقوله كده كلمة عمالة غير منتظمة زي ما حضرتك بتقولي كده لا بتشتغل في الحكومة ولا متأمن عليها لهم ما بقى ايه؟ عمال الصيد عمال الترحيل اللهم بيشتغلوا طبعا في الفاعل في المعمار كل دول بتسموهم عمالة غير منتظمة اللي هو بخرج الصبح على الله اه بالضبط كده الناس دي بتخرج بتعيش اليوم بيوم طب وزارة القوة العاملة عملتها قالت لأ احنا نحصر العمالة قدروا يحصروا ووصلوا ل335 ألف عامل بس الرقم ده قليل جدا لما الرئيس راجع للتقارير لأن الرقم قليل فقال لك لما ما ينفعش رقم بقى قليل جدا الوزارة استهدفت بقى إيه؟ استهدفت في مخطط 2025 اتنين ونص مليون عامل قالت لأ ان الرقم ده مش مكمل 500 ألف وإحنا عندنا أكثر من اتنين أو ثلاثة مليون فهم في مخططات وزارة القوة العاملة انهم يكونوا اتنين ونص خلال سنتين طيب تعمل ايه؟ عملت كمان للعمالة غير المنتظمة وصائق تكافل تأمينية بمعنى زي ما حضرتك قلت كده العمل اللي هو بيخرج من البيت وعلى باب الله لقدر الله لو حصل له حدثة أو توفاه الله مالوش أي مفيش ظهري يحميه لا الريس قال لك هنطلق وصائقة التكافل للعمال دي بمجابها ايه؟ لقدر الله حصل عجز كل للعامل غير المنتظم يصرف طيب لقدر راح حصل له وفاء الأسرة تستفيد والوصائقة دي موجودة ومفاعلة أكثر من ثلاث شهور لحد الوقت يعني العمالة غير المنتظمة الدولة بشكل عام بتولي لها يعني اهتمام كبير لأن العامل غير المنتظم واحد مالوش ظهري يحميه مالوش فلوس ممكن يستند عليها لو تاب حتى لو حاجة بسيطة لو دور برد قعدوا في البيت يومين ثلاثة ممكن ما يلاقيش يأتي بردو الدولة بقى اتنبهت ليها عملت بقى ايه؟ عملت التأمين الصحي الشامل اللي بدأ يتطبق في محافظة بورسعية وفي اسماعيلية ويبدأ يتطبق طبعا في اقتباع في المحافظات طيب التأمين الصحي الشامل لمن؟ للعامل بردو اللي هو غير المنتظم لأيه المقصود بالعامل غير المنتظم والمنتظم احنا قلنا غير المنتظم المنتظم اللي هو في الحكومة يعني عندك تأمين صحي كده كده اكباري تعدك بتتعالج على نفقة الدولة عندك مرتب عندك حماية عندك عندك حزمة من الحماية اللي ممكن تحميك في ايه مشكلة لكن غير المنتظم اطلقوا له وثقة التأمين الشامل عشان يحس بالردى اطلقوا له التأمين الصحي الشامل عشان لا قدر له لو تعبق او اي حاج في نفس الوقت تصرفونه اللي بيسموها اعانات العمالة غير المنتظمة دي اللي بتتصرف شهريا بحالي اه دي متطبق طب ازاي يقدر اوطد العلاقة مما بين العالم العامل المصري وجهة العمل او العمالة الغير منتظمة ازاي اوطد العلاقة بين العامل ومصر الوطن يبقى عنده احساس بالموطن مهم جدا ده سؤال مهم جدا انا بحيي حضرتك عليه اولا العامل عشان يعني نوطد علاقته بالمكان اللي هو بيشتغل فيه مش هنقول بقى بالدولة بالمكان لازم يشعر بالرضا ازاي شعر بالرضا هينتج حتى لو جيت اخر الشهر قلت له ان عندي ازمة مالية ممكن اتديك نفس مرتب هيقبل هيقبل الشهر ده والشهر الجاي ممكن يقبل بتلت تربع مرتب لحد من الامور تنتظم بدليل ان الناس لما بتيجي تفتح مشروع صغير وبتبقى ديهم على قدام بعض وفي شعور بالرضا وفي شعور بالكيميا بين الاشخاص وبعضها كده يفتحوا مشروع هذا سيطل Playstation ممكن يخط بالرضا ممكن بعد سنتين لكن شعر بالرضا شعر ان مكانه هنا ليس tensions يجب العامل يشعر بالرضا يشعر ان في دولة بالرضا ولا بالامان بالرضا والامان ما هو المصطلح الرضا ده حظرت تحطي تحتي تلتتلاف خاط او ممكن تفرع منها مسلثات الرضا يعني الامان يعني المرتب الكويس ما ممكن يكون عنده رضا بس المرتب مش بيكفيه فهي دي الرضا يعني فيه ثقة بينه وبين الناس اللي بيشتغل معه عشان نوضط دي العلاقة ما بين العامل وبين الدولة الرضا الامان المرتب الكويس لازم نقول له انت بتنتج لازم نكرمه زي من ريس عمل النهاردة لازم نحسسه ان هو بيعمل حاجة وان هو يعني هو طبعا العامل المصري هو صاحب الفضل في بناء مصر العامل بكل بكل اعمالهم من من العامل النضافة على رأسنا من فوق العامل اللي بيشتغل في المصنع وبينتج العامل اللي بيزرع الفلاح اللي بيزرع العامل اللي في مستشفى العامل حتى الطبيب والمهندس عمال لازم يبقى في عندهم احساس بالموطنة ان دي بلده انا بشتغل في بلدي فيبقى عندي احساس بالرضا والسعادة حتى لو الاجور مش كافية بس انا بشتغل في حاجتي صحيح كلام حضرتك سليم جدا يعني وفي دليل يعني موجود على ارض الواقع ان العامل مهما كان كبر او صغر اذا شعر بالرضا انتج الدليل ايه عندنا عضو في مجلس النواب وكان نشغل يعني بدأ في حياته عامل نظافة مش عيب عامل نظافة ده على دماغ ده طبعا من فوق ولازم السقافة دي تتغير عند بعض بعض الناس الراجل اجتهد الناس حبيته بقى عضو مجلس النواب يعني هو دلوقتي كتف بكتف مع الدكتور مع الوزير مع الصحفي مع رئيس الوزراء دي دي ما فياش اي مشكلة خالح طب ده بقى لما بقى عضو مجلس نواب اكيد هيشعر بالرضا عن هو بيقدمه واللي بيقدمه كمان للايه لأهل دايرته فمهم جدا الامان ان انا امنه هم ان انا طبطب عليه بالكلمة الطيبة ايه هي الكلمة الطيبة ان انت فعلا انت زي ما الرئيس النهاردة الرئيس النهاردة بيكرم احدى السيدات وهي كفيفة تمام رئيس يعني عايز يعني يقول لها انت امي واختي وانت المنتجة يعني رئيس عايز يعني في نظرته في كلامه عايز يقول كلام كتير بغض النظر عن شوف انت بقى الست دي لما تروح البيت وولادة يحكوا لها كده ان انت رئيس الجمهورية كان بيكرمك انت ايه شعورك لما رئيس الجمهورية تبقى عندها شعور بالفخر والسعادة والرضا والامتنان بالضبط كده عندها شعور بالفخر والسعادة والرضا والامتنان وان الدولة بتقول لها انت على العين والرأس انتو مش مجرد ناس يعني بناخد منكم خير وبقى كده احنا بنرملكم الفوتات لا دا فيه وصائق تأمينة عملت للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة في تأمين صحي للجميع في مرتبات قفزت ست مرات خلال اصلا فترة اقل من ست شهور بسبب تحريك سعر الصرف عالميا وسبب التضخم في الفترة اللي فاتة ست شهور المرتب قفز من الف وانتين لتلات تلاف وخمسمائة جنيه ومتوقع متوقع انه كمان يقفز لخمسة ويقفز لسبع تلاف جنيه وانا اتوقع زي ما رئيس قال من فترة احنا عايزين ندل واحد عشر تلاف جنيه فدي في الفترة اللي جاية انا انا توقع ان المرتبات برضو تقفز في الفترة اللي جاية ان شاء الله ان شاء الله عايزة منك كلمة للعامل المصري في عيده تقول له ايه والله العامل المصري في عيده عشان نتكلم يبا احنا محتاجين مجلد كبير اوي نقول له فيه كلام كتير ونكتب فيه كتب بس انا اقول له بس كلمتين هقول له كل سنة وانت طيب كل سنة وانت منتج كل سنة وانت على العين والرأس كل سنة وانت طيب وكل سنة وانت منتج وكل سنة وانت على العين والرأس ازاي اقدر اخلي العالم العامل المصري اعظم عامل في العالم والله العامل المصري زي ما حارج بتقولي كده عشان يبقى اعظم عامل في العالم في نقطة مهمة جدا جدا لازم يعني نضوع فيها وننميها العامل مصري قبل ما اتكلم عن النقطة دي هو اكثر العمال صبرا وانتاجا يعني ممكن يشتغل ستاشر ساعة ما عندهش ازمة خالص مش زي طوع امريكا كده اللي هم عمل اضراب عشان التمن ساعات لأ ممكن يشتغل ستاشر ساعة لأ ده ممكن يشتغل تمنتاشر ساعة الدليل ايه ان بيبع عنده وظيفة الصبح وطبعا عشان المرتب مكانش مش مكافي بيشتغل حاجة تانية بعد الظهر وممكن كمان يشتغل حاجة يعني شفت كده ربط في تلات اربع ساعات لو يعني ما تطلبش ان هو لازم يكون في حضور وانصرار فس انا مش مع ده هقول لحضرتك لي لانه كده بيجي عالتلاتة تمام يعني اول حاجة هو بيحاول قدر المستطاع ان هو يزوغ من وظيفة الصبح صحيح علشان يريح شوية علشان يعرف يشتغل فما بقاش في انتاج عندي الصبح الفترة بتاعة الرابط غير كافية ان هو يكون مرتبط بمكان الشغل وغير كافية للشغل وبرضو مش هيبقى عندي انتاج الفترة التالتة او التانية بالنسباله هيدي انتاجية على قد كفاءة جسمه اللي صاحي من الصبح حتى لو ما كانش يددي انتاجه الصبح وبالتالي هو مش هيقدر يسدف تلاتة انا كنت بتكلم في نقطة ايه في نقطة ان العامل المصري ينتج ساعات غير متوقعة احنا خط برليف يعني عبرناه بمية طبعا اتنسف كله يعني زي ما الرئيس السادات قال في مجل الشعب في ست ساعات خط برليف اللي هو الجبل الجبل الذي لا يقهر في ست ساعات بيؤكد لك ان ايه ان العامل يقدر يقدر يهد الجبل في ساعتين في تلات ساعات انا ما اتكلم في نقطة ايه انت عايزة ينتج وعايزة يكون اعظم عامل في حاجتين مهمين جدا 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 لازم ادهم قدلوا اجري يكفي بحيث ان ييجي اخر الشهر ما يستلفش للاجار ما يستلفش للقهربة ما يستلفش لتعليم الابناء ما يستلفش للعلاج ما يستلفش للملابس ما يستلفش للقتل ما يستلفش للشرب دي نقطة مهمة جدا ان انا تضيله راتب يكفيه الراتب ده لو كفاه مش هيشتغل الوظيفة التانية او التالتة معنى ذلك ان ايه هينتج في الوظيفة الاولى زي المحضرت بتقول مش هيأثر فيها والمواطن هيجي يطلب الخدمة بتاعته هيلقها موجود على مكتبه من الساعة تسعة الصبح ومش يمشي قبل ما عادل الانصراف لو بيمشي اتنين هيمشي اتنين مش بقى يجي في ساعة اتناشر كده ولك لا خلاص كفاية عليهم كده هم بيبدوني كده لا يبقى اول حاجة كده لازم اددله اجر كافي الحاجة التانية لازم اخليه عنده دايما شعور بالامان والاطمئنان بمعنى انت لو حصل لك حاجة انت فرقت انت فرقت انت واسرتك فرقت وبالمناسبة الحكومة دي بتنفذها كده كده عندنا سبع مليون عامل خلاص انت انت تأمين صحي وبتاخد مرتب احنا اه المرتب بنرفع دي ما فهاش مشكلة لكن القطاع الخاص لازم يأمن العامل باكتر من كده وده اللي تنبهت ليه الحكومة يا جماعة العمال في القطاع الخاص انت دلوقتي اتنين وعشرين مليون عامل يعني اكتر من ثمانين مليون اسرة الاثنين وعشرين او الاثنين وعشرين مليون عامل لازم تديهم بزيادة لازم تأمنوا لازم تعالجوا لازم تتحرك معاه لازم تبقى كتفك بكتفه دي مهمة جدا في الفترة اللي جاي باحنا عندنا كده حاجتين عشان العامل للمصري زي ما حربي بتقولي كده يبقى افضل عامل نحن ندله مرتب يكفي من الاحتياج والعاوز وفق الحاجة التانية ان احنا لازم لازم نعمله هو العامل المصري هو احسن وافضل عامل فعلا هو بيدي انتاجية عليها ما بيبصش لساعات العمل بيجتهد قدر المستطاع بيحاول يطور من نفسه وينمي من نفسه بيحاول يواكب كل ما هو حديث في كل حاجة ولكن عايزينه يحس شوية بان البلد مش في مصر بس والله في العالم كله بنمر بظروف اقتصادية معينة وانتو اللي شايلين على كتافكم مصر انتو معمال مصر اللي شايلين مصر على كتافكم خلوا ديكوا فقدين بعض وخلوا قلبنا كلنا على البلدين علشان نقدر نعدي من الازمة بسلام في نهاية لقائي بشكر ضيفي الكاتب الصحفي جمال عبد المجيد بشكرك جدا شكرا يا فندم ومشاهدين الكرام شكرا جدا لحاجة وشاهدين بشكركم على حسن المتابعة واستنونا بكرة وفريق عمل جديد في برنامج نهار جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة